لكن أكتر حاجة لفتت نظري الحقيقة وإحنا قاعدين مبارح من أثناء المباراة وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده يوم الأربع اللي هو كان قبل مباراة يوم السبت يوم الأربع في ملعب الأهلي أنا قلت لحضراتكم إن أنا حاسس إن بكاري جسامة هيعمل واحدة من أحلى المباريات هو أنت يا عم إسلام يعني الناس بتقول لي هو أنت يا عم إسلام بتشوف الودع مش بشوف الودع ولكن هو بكاري جسامة حكم كويس جدا ما حدش يقدر يتكلم ما حدش يقدر يتكلم وإنا قلت الكلام ده يوم الأربع حكم كويس جدا أنا عايز أرجع مرة تانية للساحة وعايز أرجع تانية للعدالة التحكمية اللي هي غايبة عني بقالها سنة ونص سنتين وخصوصا مع النادي الأهلي فأنا هرجع إزاي؟ هرجع من بوابة مباراة زي مباراة الأهلي وسانداونز كل اللي إحنا كنا طالبينه إيه؟ العدالة التحكمية فقط مكناش طالبين حاجة تانية بالمناسبة عمرنا ما بنطلب حاجة تانية اللي كان مطلوب هو العدالة التحكمية والعدالة التحكمية عندما تكون متواجدة ما حدش بيقدر يفتح بقه ما حدش بيقدر يتكلم نادي الأهلي فاز وصعد إلى التعادل المبارح وصعد إلى الدور قبل النهائي عشان هناك عدالة تحكمية